السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم فيديو جديد في قناة محمود اليوم ده نصور فيديو عن الدراسة في امريكا احنا كنا عملنا قبل كده فيديو على القناة بيتكلم عن الدراسة في امريكا بس كان بيتكلم عن 8th grade اليوم ده انا جاي اكلمكم عن 9th grade والفروقات اللي مابلهم طبعا في 9th grade انت عندك المدرسة بتديك فرص اكتر وبتديك قلاصات اكتر طبعا ده اساسي بتاخد قلاصات اكتر في تالت عدد يعني بعد كده انت عندك حاجة تانية اللي هو انت ازاي بتنجح اصلا انت ازاي طلعت من تاني عدد لتالت عدد دي ما اتكلمتش عنها في الفيديو اللي فات وانا هسيب لكم لينك في فيديو في الدسكريبشن الفيديو ده انا هتكلم عن الدراسة في امريكا برضو يعني بس انت بتنجح بطريقة اللي هو F دي يعني دي 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 بلس سي بلس بي بي بلس اي ماينس اي مفيش اي بلس دي بقى بتاعتك اللي هما حطنا F دي يعني دي يعني ناجح والغاية ايه برضو ده معناها ناجح بس بتفرق بقى انت ناجح ممتاز نص 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 نجح بالعافية الكلام ده كله بعد كده فيه كريديتز انت لما بتنجح بقى بيقولك 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 امسك يا عم اخد كريديت اهو يا عم هنفرحك امسك كريديت ايه طبقك كريديت دي تعمل بيها بتفضل تجمعها لغاية متوصل للهاي سكول دي طبعا اللي بتطلعك من ناينس جريد للهاي سكول اللي هو بتطلعك من تالت عدادي لسنوي وبطلعك من سنوي للكلية عشان كده او اللي انت تنجح في الكلاص عشان تاخد الكريدت حاجة مهمة جدا عندهم تاني حاجة هي برضو مش ماشية بالسبعة لا لا انت عندك هنا متحنات في مواعيد معينة وبردو لازم تبقى منتظم بالمواعيد دي عشان بيدوك خمس دقايق عشان توصل من الكلاص اللي انت طلعت منه والكلاص التاني قلت طبعا برضو مش هتبقى ماشي كده في الهولويز او ماشي في المدرسة مش فاهمة وغلطة مفروض تروح لاني اول حاجة بيدوكو سكاجول لو انت جديد في المدرسة طبعا بيدوكو سكاجول مكتوب في الكلاص بتاعتك المفروض النهاردة تلودي وبي اسموها ال اي دي و بي دي عشان اي دي و بي دي بي فرق التاني حاجة بيعملوا الحوار ده ليه بقى يا طرى ليه عشان يفصلوا ما بين الحصص عشان هم حصص كتير هم احدش حصة فانت محتاج تبقى كل يوم ليه كم حصة معي انا مش فاكر يعني كم حصة المهم انت بقى ده بيبقى مكتوب في اليومين بس بيبقى فيه كلاسين اساسي بتاخدهم لازم تاخدهم كل يوم والماس يعني الحساب والعلوم بيبقوا اساسي حتى بتاخدهم من كل السنة لازم تاخدهم دول اساسي لازم تاخدهم بعد كده انت التانية انت تختارها انت ما بتقدر تختار اربعة وعشرين كلاس ايو فيه اربعة ترمات فعشان يقسموا الكلاسز دي على اربعة ترمات بيقسموا الاربعة ترمات دول على حاجة برضو بيقسموا الكلاسز على حاجات تبعهم مهم يعني انت طبعا كواحد جديد في المدرسة مش عارف حاجة برضو انت هتفق هتعرف ان دي منين ما انا مش هتفضل كل خمس دقيق توقف حد يوصف لك المكان انت مش رايح على طريق سفر وبتدور على بنزينة بتعمل ايه بقى بتعملك بوستر كده بيبقى جنب الباب بتاع الكلاس مكتوب عليه مسلا روم سيرتي سيكس مس فلانة انت را عندك مس فلانة في الوقت الحالي تروح بقى الروم دي وطبعا الهولويز بيبقوا تقسمين اي و بي و سي حاجة تقريبا في مدرسة معينة بيبقسمينها كده وفي مدرسة لا مش حاجة ضرورية يعني وبعد كده طبعا انت في نينس جريد تقدر تختار الكلاس كاكتر من مرة مش زي في ايدس جريد منتقدرش تعمل كده تاني عددني منتقدرش تعمل كده ايه نينس جريد تقدر وانت لو خدت السوشال ستوديز هو الدراسات في ايدس جريد ما ياخدها في نينس جريد او لو مش عايز تاخدها في نينس جريد تقدر تعمل تخيل انت تروح يعني تروح للاخصائي الاجتماعي تقولها ما عايز اتعمل الكلاس ده عليه اه مش عاجبني بس هو ده كده هو كده تقدر تعمل كده وانا عملت كده وجربت كان الموضوع حلو ولا انا اقدر اجرب كلاس اكتر من مرة لو يعني او الكلاس اللي انا عملتله بك الكلاسات اللي انا اخترتها في الاول ما عجبتنيش قدر اغيرها وده كانت حاجة حلوة ايه والجريد بتاعتك طبعا عشان انت تعرف انت ناجح ومحتاج تعمل ايه كانوا في الاول بيعملوها على المنصة التعليمية بتاعتهم بس طلع في مشكلة في اللي هو الكالكولياتينج اللي دايما فما كانتش بتطلع بدقه بعد كده بقى عملوا منصة تانية او برنامج تاني اسم اصباير البرنامج ده بقى اهو اختصاصه بالكلاس بتاعتك انت بيقول لك بقى اللي هو الحاجات اللي انت لازم تعملها والأوب كومنج الاب كومنج ده بقى هو الحاجات اللي التيتشر عامل بلان اللي هو يعملها ايه يدهالك كده في وشك يخدك بيها ده اصباير بقى بيقول لك ايه تقلاش بتتغضش ركز وخليك هاني وبيديك برضو الفكرة عن اللي انت المفروض تعمله عشان توصل للباسنج او تنجح في الكولاس ده عشان تاخد الكريدت انت اللي بتتحرك بتاعتك مش انت مش المدرسين اللي بيجوا لك فانا في الاول قلت والكلام ده عشان انت اصلا بتتحرك كل تيتشر لها الخاصة بتاعتها فانت بتروح اه تقعد في المكان المفروض التيتشر بتدولك في الاول زي اللي هو كده رقم الجلوس بتاعك لازم تقعد برضو في المكان ده على طول مش على طول ممكن تغيرها بس فانت بتتحرك بتاعتك عشان يحافظوا على حراكتك وبرضو المدرسة في اسط لانش فالهو انت بتبقى عندك وقت من يعني وقت من المدرسة بتاع نصف ساعة بيتدهالك عشان تاكل وتهايص ده في اللانش البركفست بيتدوك عشان دائق بس عشان بيبع حاجات خفيفة مش لازم يعني في ملعب لمدرسة عشان الناس تتحرك يعني تتتحركوا والملعب ده مش بس للناس اللي عندهم الالعاب لأ انت تقدر تروحوا في اللانش وتطلع من الكافاتيريا وتطلع من المكان اللي اتا بتاكل فيه اكلت فيه يعني تروح طبعا على الملعب وبس وبكده بنكون وصلنا لهاية الفيديو ما تنسوش يا شباب بتعملوا لايك وسبسكرايب لو الفيديو عجبكم واستنونا في فيديو جديد على القناة وشكرا وسلام عليكم اشتريوا ف banned